السؤال عن نظرة اللبنانيين إلى كيفية هروب كارلوس غصن تنطبق عليه معادلات نسبية وإن نال الرجل من العطف الكثير ليس في لبنان فحسب إنما في العالم أجمع بقي بعض الآراء يطرح حول علامات استفهام لنسلم جدلاً ليس بسيطاً منع المتهم كارلوس غصن بعد الإفراج عنه بكفالة من مخاطبة زوجته إلا بواسطة الفيديو فأعت السجون الأمريكية مثلاً تسمح لأعت السجنة بمقابلة زوجاتهم بشراً لا روبوتات الرجل ليس أياً كان هو كارلوس غصن من يوصف بملك صناعة السيارات هو عملاق في هذا المدمار بشهادة القاسي والداني المحب والمبغد كان له الفضل في تشكيل واحدة من أكبر وأقوى مجموعات تصنيع السيارات في العالم في فرنسا عرف بقاتل النفقات يعود له الفضل في إنقاذ شركة رينو عندما كانت تترنح في نهاية التسعينيات القرن الماضي أما في اليابان فكان ينظر إليه بوصفه الأجنبي الذي جاء به لإنقاذ نيسان من براثن الإفلاس في الحالين تحد غصن مؤسسات عريقة وصارع مصالح متجدرة مماهداً الطريق للنمو والعودة إلى الربحية هو الذي عثر لليابنيين على أربعمائة ألف فرصة عمل بالتالي هو من أعاد الحيوية للاقتصاد الياباني المتعثر يومها قيل وكتب إن اليابان لن تنسى ما قدمه لها غصن بعض اللبنانيين يركز على أن التهم الموجه إلى كارلوس غصن هي تهم مخالفات مالية لم تثبت بعد ومع ذلك عمل هذا الياباني الفخري مثل قاتل أو مثل معتد أشعل النار في ثوب الإمبراتور التعاطف الذي لقيه بعد ظهوره الأول في بيروت في مؤتمره الصحفي يصعب الاعتقاد بقبول مجرد صورة غصن في زنزانة لا كتاب فيها ولا كرسي ولا ضوء مع منعه من رؤية زوجته وأبنائه أو الاتصال بهم كما توكيل المحامي الذي يريد في أولى أيام اعتقاله معادلات النسبية التي كنت قد استهليت بها تفرض عدم التعميم لا مؤيدين مطلقاً لا معارضين ثمت البين بين أيضاً من يؤيد هروب غصن يرى في كل ما رفق رؤيته مؤامرة مباشرة بهدف إزاحته من موقعه كرئيس للتحالف ومنعه من بناء أواصر أقوى بين رونو ونيسان وعرقلت مساعيه لإدماج شركة فيات كرايزلر الأمريكية الإيطالية في التحالف مما يحوله إلى منتج عالمي هائل الحجم لا يمكن مواجهته من يطرح علامات الاستفام حول هروبه يتمسك بالقضاء فلم يكن الرجل ليدان لو لم تكن هناك قضايا فساد تلاحقه وإن لم يثبت ذلك أما البين بين فهو من يرى أن قصة غصن مثيرة لكنها ليست مسألة كرامة وطنية بل مشكلة فرد يجب أن تحل على قاعدة احترام مبادئ العدالة والقانون هذا شعبياً أما في علاقات الدول بين بعضها البعض وفي قصص المعاهدات والاتفاقيات فثمت بحث آخر